بعدما حط الشيخ بهجت رحاله في مدينة قم حضر درس السيد البروجردي وفي أول درس معه طرح السيد مسألة ثم أشكل عليه الشيخ بهجت إشكالا جعل السيد يغير رأيه في اليوم الثاني مما أثار انتباه السيد فعرف أن هذا الرجل ليس شخصا عاديا وأن آراءه جديرة بالاهتمام فكان يليه احتراما واهتماما خاصا بآرائه التي كان يطرحها في درسه وعلى نحو الإجمال كان مجتهدا وصاحب رأي وكان له ولعه للارتواء من نمير كبار أساتذته وكان من أهل التفحص والدقة والتتبع فكر بوده به همه أهل تتبع بوده ترجمة نانسي قنقر